شوف مزعين مصر تحديدا اللي هم الصحفين التلفزيونيين اللي في مصر ما قدرش اقول لك كلهم لكن عموما الناس دي تحملت الامرين ايام الاخوان وكنا بشكل او باخر شهود عيان فاللي بنتفرج عليه يثير داخلنا الكثير من النوازع احيانا هتلاقي بعضنا بيتفرج على مشاهد وعنيتة ملي دموع من كم اللي احنا عانينا منه علشان في الحتة الصغيرة بتاعتنا نقدر نوصل لحضراتكم اللي كان بيجرى ونحاول نحاول نبقى ولو مئداف في مركبة كبيرة تعدي بينا كلنا على بر الامان في مننا اللي يلاقى الامرين وفي مننا اللي تأزى في حياته واللي تأزى في شغله واللي تأزى في جسمه وتعور وتضرب وتبهدل وتهان واللي تأزى في فلوسه يعني شوف اغلبنا كلنا شهود عيان وبالمناسبة لما بنشوف ده يمكن احنا من الناس اللي حاسة قوي باللي مصر وصلت له دلوقتي فعلشان كده عشان بس تبقى فاهم اغلبنا او كلنا هتلاقينا بنتكلم كتير قوي على مسلسل الاختيار تلاتة علشان احنا احنا عيشنا ده وشوفنا ده وعارفين اللي كان بيحصل قدام عينينا ده كنا بنلمسه كل يوم بنشوف هذه المؤمرات و بنشوف قلة الادب جوه مدينة الانتاج الاعلامي و بره مدينة الانتاج الاعلامي احنا شوفنا بلاوي قد يأتي وقت ما كل واحد فينا يكتب مذكراته الموثق مش نضرب طلق في الهوى يعني قد يأتي هذا اليوم و قد لا يأتي ما يسمح لناش العمر يعني من غير فشر واضافة بطولات ان كان هناك توثيق سوف يخرج للنور باذن الله سبحانه وتعالى زي ما خرجت وثائق وتسجيلات وتسريبات ولا اشنع حقيقي ولا اشنع اللي احنا شوفناه في الاختيار ثلاثة ده ده حدوتة عشان كده انا بتفرج على الاختيار ثلاثة و انا تفكير رايح فين هو الاختيار اربعة هيعمل ايه هيتقال فيه ايه على رأي ميت حد شلبي يانهرابيض